أعلنت وزارة التجارة وصناعة اليوم إغلاق ست شركات للنقل وذلك لمخالفتها اللائحة التنفيذية المتعلقة بتجريب تصدير المواد المدعومة من الدولة إلى الخارج كاميرا الأخبار رصدت تلك التحركات من خلال تقرير التالي تطبيق حازم للقانون بلا استثناء وزارة التجارة والصناعة تغلق عددا من شركات الشحن لمخالفتها القانون ونقلها مواد غذائية مدعومة من الدولة اليوم الموافق 14-10 يوم الأربعة تم إغلاق ست مكاتب شحن لشحنها مواد تموينية وهذا مخالفت الغانون تم دحرية محاضر وحالة من نيابة تجارية أيتنا رسالة طبعا بسرعة وبانتشار سريع مفتشين وزارة تجارة من كل المراكز الكويت على معظم ومن ناحية رغابة تجارية مركز الصديق متواجدين 24 ساعة بتفتيش على المواد اللي عند المحلات اللي هم الأمانات الخارج والمحلات خاضية شركات النقلة المخالفة لللائحة التنفيذية تم تحويلها إلى النيابة التجارية وفرق التفتيش في وزارة التجارة والصناعة منتشرة في جميع مناطق الكويت أنا نصح مكاتب الشحن ممنوع تداول السلع المدعومة من الدولة وأي محل رح يخالف هذا الغانون رح تغطي الإجراءات الغانونية أتمنى من إخواني وملاك المحلات هذه بالالتزام بالبضايا اللي تتيهم كأمانات أنت ما تدري الأمانة اللي يأيتك مسكرة أتمنى أنك تكسف على أمانتك قبل لا توصلها ما تدري شنو في داخلها أما هذا كانت سلع مدعومة وعندك قرار وعندك علم أن هذا ممنوع تستقبله ليس أنت هناك تعرض موغفك إلى محضر نيابة لا تهون في تطبيق القانون تجاه كل من يرتكب جريمة تهريب المواد المدعومة من الدولة رسالة حازمة من وزارة التجارة والصناعة للمحافظة على المال العام والأمن الغدائي في البلاد خالد الأصفر تلفزيون دولة الكويت